زمالك مبارح فاز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة العشرة بالدوري المصري إدر البرتغالي جوزير جوميز المدير الفني لزمالك أنه يتفوق على كولر ويحصد الثلاث نقاط خلينا نتكلم عن الماتش مع إيهاب نحاس ناقد رياضي لنوارنا في استوديو سباعة الخير يا مصري سباعة الخير عليكم نوارنا سباعة خير يا جمانة وسباعة خير يا شهد سباعة خير عليك سباعة خير عليك أهلا بيك طيب في البداية شفت الماتش إزاي مبارح وتشكيل الفريقين يعني بشكل عام كده إحنا ممكن ناخد عنوان المباراة الأكثر فقرا فيه فنيا في الكورة المصري في آخر عشر سنين أكثر فقرا فنيا فنيا كانت مباراة فقيرة فنيا جدا ما استمتعناش بيها أصلا يعني كنا مفهول نتفرج على ديربي محترم ديربي قوي بين أهم فريقين موجودين في مصر وطيبا الوطن العربي أهلي والزمالك ديربي كلنا كنا بنستنى فجئنا طبعا بحاجات غريبة مبارح تشكيل كولر تشكيل غريب فعلا صدم كل الجمهير الأهلوية بدأ بتشكيلة ما حدش كان متوقع بصراحة يعني النهاردة معروف دايما أن أنت دايما بتحشد كل أسلحتك عشان تلعب ماتش إزاي ماتش الزمالك أنا بتكلم الأول عن نادي الأهلي وبعد كده أتكلم عن نادي الزمالك طبيعا أنك بتحشد كل أسلحتك علشان خاطر دي مش تلاتة بنت قد ما هي بطولة دايما ماتش الأهلي والزمالك بيعتبر بطولة فالنهاردة جمهير الأهلي كانت بتمنى النفس أن هيبقى فيه مباراة كبيرة مع نادي الزمالك فجئنا كلنا بتشكيل غريب خاصة في الجزء بتاع الأمامي الجزء الهجومي يعني لعب وهو على علمك يعني عمل تعديلة بلات الشرط التاني أنك تلعب بمودست تلعب بطاهر وتلعب بعمر كمال في الخط الأمامي ده سبب له مشكلة كبيرة امبارح فيه المباراة تنوش على قد المستوى معروف طبعا أن طاهر بيبقى بديل كويس ولكنه أنه يبتدي مباراة من أولا ومباراة كبيرة زي مباراة الأهلي والزمالك ضغط جمهيري برضو بتبقى برضو بتأثر عليه نفسيا الشرط التاني هو عمل التعديلة اللي كان المفروض يبتدي بها المطش أنه لعب بريدا سليم وطلع مودست ولعب بوسامة أبو علي وابتدأ يتحرك بشكل مختلف في الملعب إصراره على وجود كريم ندفت فيه مباراة زي دي ورجع من إصابة أنه يلعب مباراة أهلي وزمالك برضو كانت اختيار سيء من كورة رفماتش المباراة خاصة السلية موجود السلية يملك خبرات كبيرة جدا فيه المباراة الأهلي والزمالك وليه بقى طويل في المباراة اللي زي دي وأكيد هبقى موجود مباراة أمبارح كان هيفق قوي مع نادي الأهلي مبارح فيه التشكيل كوكا أنا شايف أن كوكا لعيبك والتي مش وحش بس مش كوكا اللي يشيل خط وسط النادي الأهلي مش هو اللي يعاول عليه أنه يشيل خط وسط النادي الأهلي وده واضح جدا 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 في كل الشغل اللي بتعمله هو كوكا دائما ليه واجبات أنه بيبتدي ينزل بين الاتنين المساكين أو الاتنين الاستبدباكين ويبقى زي لبرو للجزء بتاع خط وسط المرأة ولكن برضو مبارح ما كانش فيه أداء كويس مفيش حد مبارح في النادي الأهلي في المطش تقدر تقول إنه أجات إلا رضا سليم في الوقت اللي نزل فيه يعني رضا سليم في الوقت اللي هو نزل فيه أجات ولكن برضو هو غير مكان رضا سليم مبارح في المطش علشان يدم ساحة لحمد عبدالقادر في حين إنه أي حد جمهور مبارح كان بيكتب على سوشيال ميديا كان بيقول إن الجزء بتاع نادي الزمالك ناحية اللي مين كان مفتوح تماما انت ليوا ديت رضا سليم الناحية التانية أكولر ليه ما خلتهش موجود زي ما هو في مكانه على اعتبار إن دي جابها جبية وكانت مفتوحة وظهرت مبارحة ظهرت إنه كان فيه مبارح جابها غريبة جدا في ناحية النادي الزمالك ناحية اللي مين سريعا نادي الزمالك هو نادي الزمالك عمل مركاته السنة دي غريب هو جاب مالي قطلة عن 7 أو 8 لعيبة في خط النص في جزء الأمامي تقريبا لكن عنده مشاكل كتيرة جدا في الدفاع فالتوح مبارح أصيب وصابه مفاجئة يعني الجميز بص يمينه بص في شماله مفيش باكلفت فين الباكلفت يا جماعة مفيش باكلفت اضطروا إنه يعمل تعديلة جوا الملعب ينزل الزنار يلعب باكرايت ويلعب إيه؟ عمر جابر ناحية الشمال دي مشكلة كبيرة في نادي الزمالك ما عندهش مدافعين مفيش مدافعين في نادي الزمالك ولكن نقدر نقول إنبارح إن ناصر ماهر صفقة مهمة جدا بالنسبة لنادي الزمالك هو جعان قوي عايز يثبت إنه يقدر يلعب في أندقة كبيرة زي الأهلي وزي الزمالك وده ظهر إنبارح عبدالله السعيد بصراحة يعني هو يعني أنا بقول إنه عبدالله أصبح أيقونة دلوقتي في الكورو المصري بازل موجود جمد إنبارح ما ينسبش السنه بصراحة إحنا برا شفناه كان بلعب في مركز ستة وبيلعب ديفندر في تمانية وبينزل يدافع يعني عمل مجود كويس بس برضو لازم أنا كمدرب أبقى عندي رؤية وعندي فيجن لما أنا عبدالله السعيد في السن ده أبتدي أخليه بالبلد كده يشأ قوي كده في الملعب طيب إمتى هستفيد من الخبرات إمتى هستفيد من خبراته في الجزء الأمامي إمتى هستفيد منه إنه هو يبتدي يمول المهاجمين خليناها نقول إن أصابة زيزه مبارح كان لها مفعول السحر في وصول المباراة للشكل اللي احنا شفناه مبارح فإداء أنا دي الزمالك الفني على فكرة هو رجل كان بيعول عليه إمبارح مجهود لأن إمبارح كان فيه جبهات بتلعب قدام بعضها في المطشة شازلية وجمانة كان فيه جبهات إمبارح كان فيه جبهة في نادي الزمالك أحمد فتوح ونصر ماهر مقابلة لجبهة محمد هاني وعمر كمال وكان فيه جبهة الناحة التانية ناحية الليمين كانت محمد هاني وعمر كمال وفي الناحة التانية كان علي معلول وأمامه كان فيه مفروض طاهر محمد طاهر إنها تقابل عمر جابر وتقابل زيزو حصل أصابة زيزو غيرت كل مفاهيم المديرين الفنين على فكرة على فكرة عزوك على حاجة هم اللي اتنين بارح الفاقق وباللي حصل في الملعب بس على الورق كل النقاط والمحلين الرياضين قبل المباراة كانوا بيتوقعوا فوز الزمالك على الورق هم كانوا بيتوقعوا فوز الزمالك لأن هم كولر فيه ماتش السوبر على فكرة لعب بتشكيل مقارب هو كولر بيجي في الماتشات دي بيعمل حاجات غريبة تشكيلات غريبة يعني أنت النهاردة عندك كريم فؤاد خلد عبد الفتاح عندك كريستو عندك أوراق عندك تاو في أوراق عندك أوراق مهمة جدا أنت ما بتقدرش تستفيد منها وتقريبا قضيت عليها بعدين حتة أن أنت دايما بتغير في التشكيل ما عندكش تشكيل سابق هو قضى عليها رؤية ولا عند بص أنا ما عنديش حتة أن مدير فني أجنبي يعني لأنه أخلي بالك هو جاي لمهمة محددة جاي يعمل اسم يعمل تاريخ ياخد فلوس وهيمشي مش جاي علشان خاطر تتكونوا لي مش أول مرة بقى فيه تعليقات أصلا على التشكيل اللي بيختاره وهو ما هذا اللي أنا بقى نستغربه أنا مستغرب فعلا يعني النهاردة أعيز أولك على حاجة يعني أنا مودست أنا جيت هنا من فترة كبيرة كنت موجود هنا مع حضراتك وضيف من حوالي أكتر من كزا شهر تكلمنا على مودست ما حصلتش حاجة من ساعتها مودست ده لخص ولخص كبير جدا على فكرة ما حدش قادر يفهمه عمل اسم يعمل اسم يعمل ما إحنا ما إنت النهاردة إنت راس حربة يا شازلي وده مهمتك أن إنت تبتدي تلعب مهمك من إنت تحرز أهداف تعمل اسم إيه تسند اللي جاي من تحت ده حاجات طبيعية على فكرة يا جماعة يعني يعني إنت النهاردة مزيع طبيعي أنك تتكلم وتقدم لكن إنت لو عملت حاجة غير كده يبقى تقل إيه مثلا يا الناس بس جماعين ناد الأهلي كتت منباهرة بيه قوي لما عمل اسست في المطش اللي فات عشان يعني مش متعودين منه على كده ما هو أنت عارف اللي هو إيه يعني أنا متعشم منك في أي حاجة فأنت قطر خيرك عملت لأسست فأنا لازم مقنع نفسي أن أنت أحسن واحد في الدنيا لكن طبعا لا النادي الأهلي ما عندوش راس حربة جماعة ناد الأهلي ما عندوش راس حربة وسامة ببعلي ممكن يكون بروميسينك جاي شوية قدام وعادي يعني بس مش راس حربة الندي الأهلي مينفعش بقى راس حربة من ندي الأهلي مفوش راس حربة من ندي الأهلي ومبرح الراجل فعلا عمل تشكيلة غريبة اللي هو أول الشروط الثاني ثلاثة مرة واحدة طبعا يعني غلطان هل سمع ليه سامي ممكن يكون سمع لسامي أمصان سامي قال له في حاجة بتحصل مش مظبوطة هل جميز سامي على أحمد مجدي فعمل برضو تغييرات بشكل معاين لنخلي بالك برضو جميز في آخر المباراة فك الفرقة خالص طلع أحمد حمدي طلع عبدالله السعيد جساب جاب كبير قوي بين الجزء الخالفي والجزء الأمامي فدوا يشتغل على الكورة الطويلة لسيف الجزيري بس كان عندهم غيابات برضو يعني زمالك عنده غيابات مش بسيطة بص الزمالكاوي يقول لك يقول لك هو أنت ليه لعبت ترافس الولد الأفريقي اللي انت جايبه ده ملعبتش ليه سيد عبدالله نيمار أنا هكلمك على فكرة هكلمك من منطق السوشيال ميديا والجمهور لأنها دلوقتي هي لها العامل الأكبر في الكورة المصرية وليها أراء وفي ناس كتيرة جدا بتفهم على فكرة في الكورة ملعبتش سيد عبدالله نيمار في الجزء الأمامي مكان ترافس على تباري أنه عنده سرعات إيه المانا أنك هتعمل ده ومهاري كمان ومهاري ليه ترافس ولد كويس مفيش مشكلة بس ما عندهش المميزات اللي تخليك تحس أنك فيه لعب كبير في الملعب خلي بالك الجزء ده في نادي الزمالك لعب أكبار مستوى فاتحي كان بالعب في الحتة دي يعني فيهش كبالة حتة أنك تلعب بشمالك في الطرف وتخطل بوا وتاخد لبرة وتعندك سرعات هو الولد آه ماشي بيلمس كويس بس مش اللي هو تقدر تقول أنه يلعب ماتش أهل وزمالك مستحيل ليه ما لابش سيد عبدالله ليه مار في الجزئية دي الناس كلها بتسأل ليه ليه ما نزلتش شحاتها بدري إن شحاتها يبقى موجود بدري ويلعب في الجزء اللي تحت وتطلع عبدالله فوق يطلعوا عليها على الكرة وبتدي يمو تريحوا شوية طبيعي حاجات دي طبيعية في الكرة إحنا على فكرة إحنا كلنا بنفهم كرة يعني كلنا بنفهم كرة كل الجمهور والشتاعب المصري وحضرتك وحضرتك بيفهموا كرة وبتتفرج على الماتش اللي وقف على الخط ده مبارح بالنسبة لكولر وجوميز كانوا مغيبين وعلى فكرة جوميز لو ما كانش كسب كان يبقى الموضوع يعني بالنسبة له يبقى مش حلو خالص خلي بالك مبارح يعني المكسب دار على مشاكل كتير والأهل كذلك خلي بالك بس الأهل عشان عنده ماتش مهم اللي جاي مع مازمبي هل كانوا بيفكروا في الماتش طيب؟ ممكن مرة وانا عطي مبارح انه بقى موجود بيرياحهم من الإجهاد يبقى بيفكروا في ماتش مازمبي وارد وشايف ان دول تلاتة بونت بالنسبة له مش مهمين وهيقدر يعوضهم وهو ممكن يبقى ليه حزبته قدام على يا ممكن التشكيلة دي مثلا كان تجربية كان حابب يجرب حاجة في حاجة في دماغه وكان حابب يشوفها هل ممكن نديره الوزر ده مثلا معانتي النهاردة تجربية مع مين يعني انت بلعب الزمالك طبعا يا مباراة كبيرة بس احنا بيبقى دينا علامات استفهام زي ما كنت تكلم يا إيهاب احنا عندي علامة استفهام زي ما انت قلت في بداية كلامك انا عندي علامة استفهام على التشكيل معاني اقولك على حاجة جمانة انا النهاردة انا منزل التشكيل منزل تشكيل فرقة كبيرة انا يا راجل مدرب جاي بلعب فرقة كبيرة زي النادي الآل هل النهاردة هو كان متوقع ان مباراة حرامي ربيع وعبد المنعم يبيعوا نفسهم بمعنى صح في الباص اللي عملوا نصر ماهر ليه سيف الجزيري مستحيل لعب اتنين لعيبة بالخبرات دي لعبة متخب مصر لما هما اللي اتنين يقفوا بالوضع ده والكرة تعدي بينهم هو كولر يعني ما اعتقدش انه مرانهم انهما يعملوا الممر ده عشان يعد منه الكرة اللي سيف الجزيري ورغم ان شبير حاول ع الكرة وشالها او برضو جات جون لأ هو الراجل ما بيعملش كده طبعا اكيد ولا حتى على فكرة جميز على فكرة يعني الجون مبارح بتاع عبدالقادر كان غلطة المساك اللي كان موجود قدامه حسام عبدالمجيد اعتقد وكان غلطة دونج المفروض يكمل معاه برضو وغلطة برضو عمر جابر ناحية الشمال ان ريدا سليم عمل اسست وكمل بالكرة انا كمدير فني دي او في الماتش كانت اخطاء كتيرة او في الماتش مبارح اللي بالك بشكل غريب لو زيزو كمل في المباراة دي كانت ممكن نتيجة تكون اكبر من كده يعني مش اكبر بس كان ممكن يختلف شكل اللعب شوية في نادي الزمالك كان يبقى فيه سطرع قراء اكتر اللي نادي الزمالك لكن ممكن برضو ما تدمنش ان الماتش كان يخلص بالطريقة دي هل بالك على فكرة يعني كلنا مصدومين من الشكل الاداء الفني ده وحشة على فكرة انت متخالي للعيب اهلي وزيزو مالك في التسليم والتسلم بالمنظر ده عندك هي اي مبرر بايدن بقى يعني كوالتي لعيبة ممكن لسه اقول بايدن عن التشكيل هل عندك اي مبرر كوالتي لعيبة نضرة المواهب ما فيش اهتمام في الاندية الكبيرة زي الاهلي وزيزو مالك دلوقتي انه يعمل لعيب من الصفر من تحته ويطلعو ما فيش اهتمام بالناشئين دايما المدير الفني الاجنابي اللي جاي بيدور على الاجهز من وجهة نظره بس لو كوالتي لعيبة لا بنشوف اللعيبة دي باداء على فكرة كويس جدا في مباريات مختلفة مباريات تانية وبنشوف كوالتي كويس اللعيبة ايه بس انت هتعرف انه تقييم النهاردة اداء لعيب في النادي الاهلي اوز دا مالك من في المطشقمة المطشقمة دا دايما كان بيظهر فيه نجوم كتيرة كانوا بيلعبوا فيه لعيبة كتير بتظهر كان فيه ناشئين بيظهروا في مطشق القمة خلي بالك بصت لايه مثلا كده لعيب نازل الملعب كده بيعمل حاجة يقول لك اهدامين دا يقول لك دفولان مثلا ما عنده 19 سنة عنده 20 سنة النما النهاردة الاسلوب لعب او طريقة لعب مداربين الاجانب براجماتي او اللي هو اللي كسبني او اللي انا عايزه وخلاص مفيش خطة على لونجران مفيش خطة هل نتيجة المباراة دي ممكن تفوأ النادي الاهلي اللي جاي في الدوري هو النادي الاهلي مع كل تركيزه دلوقتي في مطش مازمبي مطش مهم جدا خلي بالك طبعا والنادي الاهلي بيلعب وبيشتري لعيبة وبيصرف علشان بطولة افريقيا وعلشان كاسعان القندية هم خلاص الناس بلهم موضوع بقى تارجد دلوقتي يقدر النادي الاهلي العوائد المادية بقت كبيرة قوي فطبيعي ان انا عايز اجيب عوائد مادية فانا مركز قوي فيها وده خلي بالك هيبان بقى في مطش مازمبي هيبان في مطش مازمبي اللعبة التشكيلة هبقى عملت زي شكل الاداء طريقة اللعب هتتغير ولا لأ هيبان لان خلي بالك الاهلي عنده غيبات خطيرة يعني مروان وإمام وقاله ديانج فعلا لا لا غيبات خطيرة صحيح بس اعتقد انه كولر من خلال خبرته مع النادي الاهلي عارف كويس قوي يعني ايه مباراة الاهلي والزمالك والله يبص فيه ناس بتقولك انه زهقان وعايز يمشي في النادي الاهلي انا بقول يمشي يروح فين يعني مع كامل احترام هتمشي تروح فين انت بتلعب في النادي الاهلي من اكبر لان ديال افرقية وقبل ما تيجي النادي الاهلي انت ماشي كنت مدرب كويس لكن انت واخد في النادي الاهلي واخد شو حلو قوي وبتاخد مرتب كويس وقاعد في اجواء كويسة اجواء احترافية كويسة وخلي بالك الاجانب بيحبوا مصر يحبوا العيشة في بلدنا يعني بلدنا حلوة يعني كل ما قابل مدير فن اجنابي كان بيبقى موجود في مصر جزئة لازم يجي يقضي اجازة في مصر فاولا ما اعتقدش ما اعتقدش مزحقيا بس هو في حاجة في حاجة في لغز طلبات معينة طلبها في حاجة هون يا ايهاب يعني من اخطر النقاط اللي كلمتي فيها هي فكرة انه مش هقول ندرة مواهب لكن افتقرنا ان احنا نكتشف المواهب ونحنا نهتم بيها ونرعاها انا بشكرك شكرا جزيلا ايهاب نحاس النقاط رياضي نورتنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك